هل بالفعل اقتربت ساعة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي بعدما تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا قبل قليل يدعو إلى محاسبة إسرائيل مساء الخير يعني أنا لا أعول على ذلك كثيرا يعني أنت تعلم أنه كان هناك قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن ضرورة محاسبة إسرائيل وبشأن حتى وقف إطلاق النار في غزة الآن هذا مرعون أخي العزيز فيما يتعلق بالضغط الأمالكي وسائل الإعلام تداولت ما يسمى بالاتصال التليفوني لإستمر 30 دقيقة بين نتنياهو وبايدن في نهاية المطاف تم تخيير نتنياهو بين أمرين لاثنين إما وقف فوري لإطلاق النار أو فتح معبر إيريز وفتح معبر كرم أبو سالم والسماح بدخول المساعدات الأردنية إلى شمال غزة لكن في نهاية المطاف هذه النقطة غاية في الأهمية التي تفضلت بالإشارة إليها المكالمة الهاتفية التي وبخ فيها الرئيس بايدن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلية بن يمين نتنياهو ولكن سنعود إليها ولكن دعنا نتوقف قليلا عند قرار مجلس حقوق الإنسان لماذا لا تعول على هذا القرار؟ يعني لأنه في نهاية المطاف من يستطيع الضغط على الجانب الإسرائيلي هي الولايات المتحدة الأمريكية نحن اليوم نتحدث عن ازدواجية أمريكية غير مسبوقة يعني انتقلنا صحيح إلى الإجابة إلى الجانب الثاني فيما يتعلق بالمكالمة التليفونية لكن لا يمكن دعني أسميه القفز عن الواقع على وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية فعليا لا تريد وقف هذه الحرب وبالتالي عندما أقول لك أنني لا أعول كثيرا فعليا لأنه حتى مجلس حقوق الإنسان لا يمثل أداة ضغط على الجانب الإسرائيلي نحن اليوم نتحدث عن قرارات دولية تحت البند الخامس وهي فعليا ملزمة لم تقوم إسرائيل بالاتزام بها وبالتالي أنا أعتقد أن هناك توافق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في هذه الحرب مع الحد من نسبة الجرائم وعمليات الاستهداف للمدنيين الأبرياء يعني بقولوا للإسرائيليين استمروا في عمليات دعني أسميه العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية حتى من خلفهم الدول الغربية لكن شريطة أن لا يكون هناك دعني أسميه ضحايا من الأطفال ومن النساء وعليكم أن تخففوا من وطيرة هذه العمليات في شهر رمضان بمعنى أنه عمليات القتل مباحة لكن ليس في هذا الشهر الفضيل لما يسمى بالرأي العام العربي والإسلامي والرأي العام الدولي لكن في نهاية المطاف أنا بعتقد أنه إذا لم يكن هناك أدوات ملزمة وعملية ضغط دولي من جانب دوليات المتحدة الأمريكية ومن جانب دول الاتحاد الأوروبي على الجانب الإسرائيلي فلن تنضخ إسرائيل لأي من هذه المطالب يعني أنا لما أتحدث أحيانا أنه بقول دائما الضعفاء هم من يلجؤون إلى المنظمات الدولية القانون الدولي لم ينصف أحد عبر التاريخ يعني إحنا اليوم نتحدث عن قرارات تم إزدارها ضد إسرائيل قرار 194 قرار 242 338 ما الذي تم تطبيقه ضد الجانب الإسرائيلي بعتقد أنه هذا الأمر يعني تضيع للوقت صحيح أنه تمثل دفعة معنوية لحقوق الشعب الفلسطيني اعتراف واضح بالمجازر الإسرائيلي وبحجم الانتهاكات الإسرائيلية لكن أنا في تقديري أنه الأمور خلال الفترة القادمة سوف تكون بتعنا بمسارين من الجانب الإسرائيل ليس تطبيق لا قرارات دولية ولا قرار محكمة الجنائية ولا قرار مجلس الأمن ولا قرار جمعية عامل الأمم المتحدة نحن اليوم نتحدث ربما محاولة التخفيف إسرائيل الضغوط عليها من جانب المجتمع الدولي عبر فتح مجال المساعدات المشروطة من خلال معابر محددة معبر إيرز معبر كرم أبو سالم إعطاء هامش للأردن لرسال مساعدات إلى شمال غزة وربما هذا ينترج في إطار الضغوط الشعبية في الأردن وحركة الشارع في الأردن وفي الضفة الغربية ومحاولة تبيض شيء ما من صورة إسرائيل القبيحة بأنها تردخ إلى الضغوط وإلى المطالب الدولية وكأننا نحن أمام امتحان عليك أن تختار بين إيجابتين من خيارين الخيار الأول إما أنك توقف إطلاق النار أو عليك التوجه إلى نقطة مهمة هي ما يسمى بالمساعدة الموقف الأمريكي نجد أن الولايات المتحدة طارة توبخ إسرائيل وطارة أخرى تدللها بينما هي على طول الخط تساندها كما كنا نتابع كيف نفهم هذا الموقف بتناقضاته؟ يعني هذا يعكس ازدواجية السلوك الأمريكي وازدواجية السياسة الأمريكية الآن ما تعلم أخي العزيز أن نتنياهو يضع شروط بخصوص الهدنة وخاصة أن هذه الهدنة معناها أنتقال إلى اليوم التالي هو يريد سياسة كسب الوقت الآن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي نتنياهو هذا الوقت تمنحه ما يسمى بسياسة كسب الوقت لتحقيق أكبر قدر من ما يسمى بالإنجازات الميدانية على الرغم أنه لم تتحقق هذه الإنجازات الميدانية سوى مزيد من عمليات القاتل يعني نحن اليوم نتحدث عن غزة تعرضت إلى أكثر من 70 طن من المتفجرات نحن اليوم نتحدث عن 3000 صاروخ وقنبلة لم تنفجر لغاية هذه اللحظة نتحدث عن 35 ألف شهيدة ذو الفوق الأرض عدا عن الموجودين تحت الركام نتحدث عن مليون مواطن غزاوي الآن يعاني من الأوبئة ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ الآن هي تتحدث عن إدخال المساعدات يعني تتناول موضوع غزة ببعدها الإنساني مع إعطاء الضوء الأخضر للاستمرار في العمليات العسكرية بتقول نتنياهو يعني استمر في هذه العمليات إذا بدك تروح على رفع روح لكن شريطة أن يتم تقديم خطة فيما يتعلق بوجود 31 مليون إنسان في هذه المنطقة الجغرافية تم قصف شوف المطبخ الغذاء العالمي عندما تم قصفه هذا بيعطيك كيف درجة الازدواجية الأمريكية والغربية أنه ضجت وسائل الإعلام وكان هناك عملية إدانة لهذا القصف وبموازات ذلك نحن اليوم نتحدث عن استشهاد 176 مواطن فلسطيني من موظفي الأنر وهذا لم يحرك ساكن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا المجتمع الدولي بمعنى أن الدم الغربي هو غالي لكن الدم الفلسطيني ليس له قيمة الآن هناك هذه الازدواجية تبرز من خلال أيضا السماح لإسرائيل بالحصول على الأسلحة الفتاكة الكونغرس بصدد الإفراج عن صفقة بـ 18 مليار دولار لبيع السلاح إلى إسرائيل منظمنا 25 طارت F-35 مرحم 5000 نوع من القنابل وبالتالي عن أي سياسة أمريكية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني هناك ازدواجية واضحة بأعتقد أنه هذا ينبغي أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الطرف الأمريكي أخي العزيز ليس طرف وسيط ولا يمكن الرهان عليها الطرف الوسيط ينبغى أن يكون محايد والولايات المتحدة الأمريكية في مرخلطة في هذه العملية العسكرية مع الجانب الإسرائيلي إلى أقصى حدود طيب ولكن الولايات المتحدة إن كانت بكل هذا الانحياز الذي تفضلت بالإشارة إليه الانحياز إلى إسرائيل كيف تشارك في المفاوضات الجارية بالفعل؟ يعني تشارك بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وهي والجانب الإسرائيلي يشتركه في نقطة مضحكة ومثيرة للسخرية يطالب دولة قطر والوسطى الآخرين بالضغط على حماس وعلى الفصائل الفلسطينية فلماذا لا يتم الضغط على الجانب الإسرائيلي؟ يعني هذا يعطيك حجم هذه الازدواجية المقيتة من جانب إسرائيل وربما الآن إحنا لما نجي الراهن حتى على الانتخابات الأمريكية هي سلاح ذو حدين يعني في الوقت اللي بتشكل عامل ضغط على الضواجية من جانب الولايات المتحدة نعم من جانب الولايات المتحدة حتى الانتخابات الأمريكية الآن هي سلاح ذو حدين يعني بتشكل عامل ضغط على إدارة بايدن فيما يتعلق بالرأي العام الأمريكي وبما زال ذلك وهي تساوق مع المنظمات اليهودية الأمريكية ومنظمات إيباك في دعم غير محدود للجانب الإسرائيلي وكما قلت لك في البداية هو يحاول أن يمنح الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل فسحة من الوقت لتحقيق إنجازات نتنياو بتحدث لك عن النصر المطلق وأنا مش عارف إيش هو النصر المطلق لم يتم تفكيك لا حماس ولا حركات المقاومة لم يتم إعادة المحتجزين أو الرهائن لم يتم بس سيطرة الجيش الإسرائيلي لا على الشمال ولا على الوسط ولا على الجنوب عمليات المقاومة عمليات مستمرة وبالتالي أنا أعتقد أن الأمور خلال الفترة القادمة مرشحة للتصعيد ضمن مسارين المسار الأول هو ربما قد تحدث هناك انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وانفجار الشارع والأمر الثاني سياسة الآن تفجير الجبهات عبر سعي إسرائيل إلى نقل مواجهة مع الخارج عبر زيادة وتيرة العمليات في شمال ضد حزب الله اللبناني من ناحية ومن ناحية أخرى محاولة فتح جبهة جديدة مع الجانب الإيراني وهذا ما تبدى من خلال استهداف القنصلية وهي ليست قنصلية بالمناسبة مكتب لعمليات الإيرانية الموجودة في الدمشق واغتيال 11 ضابط من ضباط الحرس الثوري الإيراني وربما قد تلجأ إيران خلال الفترة القادمة إلى محاولة تفعيل بشكل أكبر مستوى سياسة الإشغال الجزئي مع الجانب الإسرائيلي عبر القيام ربما بعمليات نوعية من جانب حزب الله اللبناني عبر عمليات استهداف للمصارح والسفارات الإسرائيل بخصوص هذه النقطة تحديداً دكتور نبيل لعتوم هناك بعض التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي أشارت إلى إغلاق 28 سفارة إسرائيلية تحسباً من رد إيراني على الاغتيالات التي حدثت في دمشق كيف تبعت هذه الخطوة؟ يعني شوف أنا لا أعول كثيراً على الرد الإيراني الإيرانيين عودون على الخطاب الرديكاني لكن هناك سلوك برغماتي على الأرض هم تعهدوا بما يسمى بعدم فتح مواجهة مباشرة لا مع الجانب الأمريكي ولا مع الجانب الإسرائيلي وقرروا بعد التوكل على الله الاعتماد على وكلاء إيران وأذرحها وعصاباتها الموجودة في المنطقة وبموازات ذلك خلال الفترة الماضية تم اغتيال عدد من القيادات الإيرانية المهمة يعني تم اغتيال قاسم سليماني في نيار من العام 2020 ماذا فعلت إيران لم تفعل شيء سوى عملية رمزية لاستهداف قاعدة عين الأسد تم اغتيال 11 عالم نووي إيراني كان آخر مؤسن فخرزادة في قلب العاصمة طهران تم اغتيال عراب البرنامج الصاروخي عراب البرنامج طائرات المسيرة الإيرانية تم استهداف رضي موسوي صادق زاد المعروب بمحمد كاظمي في قلب العاصمة دمشق لم تفعل إيران ذلك هي اكتفت بعمليات ودعني أسمي عن طريق الاعتماد على وكلاه وأذرح الموجودين عبر الحريق الإقليمي هي لا تريد الزج بنفسه في هذه المواجهة المباشرة طيب وهذا ما تحدث فيه حتى علي خامنئين بشكل واضح وبشكل صريح بعد أن اجتمع مع قيادات من الحرس الثوري والجيش الإيراني اللي اتعهدوا بالمقابل بفقط الاعتماد على سياسة الإشغال الجزي ترجمة نانسي قنقر